لم يغب عن المشهد العالمي ماذا يحدث في الشارع الباكستاني طبعا مجموعة من المظاهرات اضطراب في الأوضاع الاقتصادية والمتهم الرئيس في هذا الموضوع هو رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي يشار له بأنه كان قد تسبب في تراجع الاقتصاد في باكستان بهذا الشكل ولكن عمران خان كان قد نفى أن يكون قد تدخل في الإجراءات الحكومية الأخيرة التي أدت إلى هذه الأوضاع الاقتصادية يواجب مراعاة ما يحدث في الاقتصاد العالمي ولكن كانت المعارضة قد رشحت عملية تصويت داخل البرلمان من أجل حجب الثقة عن رئيس الوزراء ولكنه ينجو من محاولات حجب الثقة والرئيس الباكستاني يفوض له الأمر بحل البرلمان وإعادة إجراء انتخابات جديدة خلال 90 يوم ماذا يحدث في باكستان؟ ليست الأزمة السياسية وحدة هي التي تحلق في الأجواء ولكن أيضا محاولة عزل رئيس الوزراء من منصبه كانت قد أخذت أسابيع سابقة قبل أن يصل الموضوع إلى البند المتعلق بإمكانية إجراء تصويت برلماني من أجل حجب الثقة عنهم نائب رئيس البرلمان رفض إجراء التصويت بحجب الثقة وهنا كان هناك فرصة جديدة لعمران خان للاستكمال في ولايته كرئيس للوزراء في باكستان وتدخل رئيس باكستان بأن فوض عمران خان لحل البرلمان ووجهه نحو إجراء انتخابات مبكرة في غضون 90 يوم ماذا يحدث أيضا على المشهد الآخر؟ نحن نعلم جيدا بأنه منذ العام 1947 أي منذ استقلال باكستان عن بريطانيا لم يبقى أي رئيس وزراء باكستاني خلال فترة ولايته كاملة الخمس سنوات دائما كانت تحدث لدينا إما عمليات اغتيال أو عمليات إطاحة برئيس الوزراء أو تنحي كان طوعي من قبلهم وبالتالي هذا المشهد لا يغيب دائما عن الساحة الباكستانية الاقتصاد في باكستان مستويات التضخم عالية مرتفعة خلال فترة حكم عمران خان ولكن أيضا أذكر أنه جاء وسلم أيضا رئاسة الوزراء في فترة تحتقن فيها الاقتصادات العالمية بتضخم مستورد وكان قد تم إجراء استبيان حول أكبر ثلاث مخاوف اقتصادية على رأسها التضخم البطالة والفساد ووجدت في بداية 2022 بأنها تصل إلى مساويات مرتفعة بالنسبة للدول المجاورة لباكستان باكستان ليست الأفضل حالا بنسبة لناتج المحل الإجمالي ونصيب الفرد الواحد منه الهند هي الأفضل على الإطلاق وحتى بانجلادش التي تواجه مشاكل وصعوبات اقتصادي أيضا حصة الفرد من الناتج المحل الإجمالي أفضل من باكستان كما يشير لنا هذا الرسم البياني ننتقل أيضا إلى بعض من المؤشرات الاقتصادية الأخرى المتعلقة بباكستان باكستان يقتنها قرابة 220 مليون نسمة وبالتالي توزيع حصة عادلة على السكان ليس بالأمر السهل تواجه باكستان ويواجه باكستان ارتفاع حاد في العجز التجاري ونتحدث عن ارتفاع الارادات أو ارتفاع الواردات مقابل الصادرات وارتفاع مضطرد بحجم الديون الخارجية وتراجع كبير بالنقد الأجنب بالاحتياط من النقد الأجنبي في خزينات الدولة حجم الجي دي بي من الناتج أو حجم الدين من الجي دي بي يقتر من 90 في المئة هذه المؤشرات ليس وحدها باكستان يقف عندها الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لديها مستويات أعلى من المديونية مقابل الجي دي بي إذن يبدو أن أمام رئيس الوزراء الباكستاني 90 يوم لتحقيق المعادلة الصعبة إذا ما طبعا كان هناك من سيساعد في القيام بهذه المهمة وعلى رأس ذلك المؤسسات التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي